لفت رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على الرغم من التحديات إلى أن مصر تسعى للتعامل مع القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص وعيدة للتطوير والإصلاح أضف مدبولي أن مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجدة خلال الفترة الماضية كان من أبرزها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي وعلى الرغم من ما تمثله تلك القضايا من تحدي جاد لكافة الدول إلا أن مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والأزمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والإصلاح الاقتصادي الشامل تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة السيادات والسادة تمسكت مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات سلفة الزكر ونجحت في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية الجدة خلال الفترة الماضية كان من أبرزها استقرار سعر الصرف النقد الأجنبي ودعم دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار ترجمة نانسي قنقر